حبيت النهاردة أخش معاكو في موضوع في منتهى الأهمية اللي هكلم فيه النهاردة عدى على كثير من الناس وكأنه خبر عادي مر كده مر بس تعالى الأول أقولك إيه اللي بيحصل في الكورة دلوقتي حقا كده إيه في أساس الكورة بتتضرب دلوقتي بتتضرب في إنجلترا بدأوا يشتغلوا على فكرة إلغاء ضربات الرأس في كرة القدم ركز معايا مش هيبقى فيه ضربات رأس في كرة القدم ده بجد أو بجد مش هزار لا مش هزار يعني إيه ما فيش ضربات رأس يعني ما يخبطوش بعض لا لا أنا قاصد الكلام فيش ضربات رأس يعني حراك ما تستقبلش كرة بدماغك ممنوعة تبقى زي لمسة اليد كده لو استقبلتها بدماغك تبقى زي لمسة اليد يعني هنلعب بالرجل وبس طب ليه؟ ده 90% ولا 80% من أعظم هدفين العالم كانوا شطرين قوي في ضربات الرأس أساطير بقى كرة في العالم وفي مصر وفي أي مكان في العالم كان موهبتهم أو كمهاجمين أو مدفعين مهارتهم في ضربات الرأس يعني دلوقتي الكورة هتبقى جاية على رأسك من كورنر لا هتستنى هتنزل على رجلك عشانا لو ما استهب رأسك هتبقى زي الهانبول كده مخالف طيب إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي بيدور في الدماغ دلوقتي في الكورة صاحب القرار؟ هل الكلام ده بجد؟ يؤسفني إن أقولك إنه بجد هل الكلام ده هتنفذ بسرعة؟ لا مش بسرعة بس فيه خطوات تغدد في هذا الأمر وأقولكو الخطوات دي طيب قبل ما أخش معاكم في التفاصيل 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 ليه؟ وصلنا لمرحلة إن ضربات الرأس في كورة القدر أصبحت مهددة ممنوعة ليه ده حصل؟ ببساطة شديدة قبل ما أخش معاكم بالتفاصيل إنه في إنجلترا بعد أبحاث كثيرة اكتشفوا إنه لعبين كتير إنجليز لما كبروا في السن وصيبوا بمرض الخرف لهو شوية قريب من الزهايمر يعني شوية طبعا مش تبين أقدر أفيدك قوي بس هو قريب من الزهايمر فقال لك إنه ده بسبب ضربات الرأس اللي بالكورة كل شوية أو تصوروا أو أبحاثهم وصلتهم لكده والدليل إنه ما فيش حراس مرمى حصل لهم كده عشان ما بلعبوش برأسهم لكن باقي اللاعبين باقت نسبة حدوث المرض ده ليهم كبيرة طيب تعالوا نروح للتفاصيل عشان تفهموا معايا الطريق فين وإزاي إنجلترا خدت خطوات فعلية أولية مبدئية بإلغاء ضربات الرأس في مراحل النشيين تعالوا نشوف أقويل كثيرة أسيرة خلال الفترة الأخيرة حول تسبب ضربات الرأسية في إصابة لعيب كرة القدم بمرض الخرف وهو ما يؤدي إلى وفاتهم في نهاية العمر خلال الفترات الماضية وجد العاملين بالمجال الطبي في بريطانيا حالات وفاة بين عدد كبير من لعيب الكرة السابقين بمرض الخرف من بينهم نوبيس تايلر لاعب منتخب إنجلترا السابق وهو ما دفعهم للربط بوجود علاقة بين ضرب اللاعبين للكرة بالرأس وبين الإصابة بمرض الخرف خصوصا بعد إصابة عدد من لعبي المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966 بالخرف هذا إلى جانب بوبيت شارلتون سطورة مانشستر يونيديد الذي كشف عن معاناته من المرض مؤخرة اكتشفت مارسا كيلنر مرسلة شبكة سكاي سبورت أمرا خطيرا وهو أن نصف فريق بيرن للأساسي في موسم تتويجه بالدوري 1959-1960 قد ماته إما بسبب الخرف وإما وهم مصابون به هذا الربط جعل سلافين بليتش مدرب وست برومتش ألبيون يقول إذا أثبتت الأبحاث أن ضرب الكرة بالرأس عشر مرات خلال التدريبات سيسبب الخرف فعلينا منع ذلك مبدئيا كده في التدريبات بلاش أيضا فرانك لامبرد مدرب شيلسي السابق قال أنه يفكر حاليا في أسلوب تدريب لعبي وأنه يفضل منع ضربات الكرة بالرأس خلال تدريبات الشبان والناشئين قبل تطبيق ذلك على لعبي الصف الأول حتى تكون الكرة أكثر أمانا مطالبات المدربين واللعابين السابقين دعت اتحاد لعبي كرة القدم المحترفين الأندية وروابط الدوري والاتحاد الإنجليزي تطوير استراتيجيات لمراكبة التدريبات ووضع تصورات لحماية صحة اللعابين على المدى الطويل أعلن بين بريكس رئيس الاتحاد أنه قام بتشكيل مجموعة استشارية للتنصيق مع اللعابين الحاليين وعائلات اللعابين السابقين لمعرفة مدى تأثرهم بالخرف والأمراض العصبية الأخرى على الجانب العلمي قال العالم العالم ولي ستيورت أن الخطورة التي واجهها لعبي كرة القدم يمكن تفاديها ولكن بالتزاع جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم وهي ضربات الرأس بص بقى الإجراءات اللي احنا خلاص الرسمي ده الرسمي اللي جاي ده الرسمي حصل بالفعل يعني الاتحاد الإنجليزي بدأ بالفعل في اتغاز إجراءات لحماية اللعابين وسيكون ذلك بإجراء تجربة في الموسم الجديد لإلغاء ضربات الرأس المتعمدة في الفئات العمرية تحت 12 عاما على أن تنطلق التجربة في موسم 2022-2023 بصورة تجربية وبهدف إلغاء ضربات الكرة بالرأس عامدا بصورة نهائية اعتبارا من موسم 2023-2024 إذا نجحت التجربة يعني المرحلة العمرية من 12 سنة أنا هلغي فيها ضربات الرأس بس هنجرب يعني اللي هيغلط يعني اللي هيغلط هتعدي مش هتحسب بالقانون لمس التجربة بس هنلزم اللاعبين أو هنقول اللاعبين ما تلمس الكرة بالرأس السنة الجاية لو التجربة دي نجحت هيلزموهم إنك ما تلمس الكرة بالرأس زي الإيد بالزبط هتبقى مخالفة بداوها من 12 سنة الأطفال النشيين الأشبال يعني فيه خطوات اتعاملت في ده طيب هتقول لي ما هو كل مرة يطلقوا بحاجة كده غريبة وفي الآخر يرغوها هقول لك المرة دي لأ ليه لأ إنه هم عملوا الأبحاث دي على مين على اللاعبين اللي قصلوا سن 80 و 85 سنة و 90 سنة وأصيبوا بهذا المرض من لعبي كرة القدم يعني ده معناه إيه؟ معناه تقريباً اللاعبة دي اللي لعبت من بدايات كرة القدم أو اللي بتادت الكرة تبقى حقيقية يعني لاربعينات الخمسينات فعشان كده إحنا بنتكلم في نتاج طبيعي يعني إن شاء الله ربنا يحفظ الجميع اللي ما أقوله كان في سنة 60 أو 70 أو 80 أو 90 و هكذا دول برضو معرضين لهذه الخطورة فهم عايزين يلحقوا الأجيال الجديدة هتقول لي ده وارد أقولك وارد جداً هتقول لي ده منطقي هقولك لأ هيبوزنا شكل الكرة أو تصورنا عن شكل الكرة ممكن يبقى أحسن الله أعلم ما جربناهاش لما جربناهاش لما اللعبة لازم تلعب الكرة برجلة ما جربناهاش ده بس أكيد إحنا لنا كمشاهدين للكرة متعة في ضربات الرأس بنشوف لعبين تسجروا ضربات رأس عالمية وتاريخية ومهمة وكل شيء بس أنا حبيت أبدأ الحلقة النهاردة بعد صلاح بهذه الجزئية عشان هي جزئية ما ينفعش تعدي نحن بنحب الكرة ده إساس الكرة إساس الكرة يبدو كده إن هيحصل فيه تغيير حتى لو مش في القريب العاجل بس هيحصل الناس دي ما بتهزرش الناس دي لما بيجوا على حياة الإنسان أو صحة الإنسان يقولك لا إنسى بقى الكرة وإنسى الرياضة وإنسى اللعبة وإنسى الكلام ده كله المهم إنه صحة الناس وحياة الناس الأهم يا عم الكرة متعدة كده هنفتقد جزء منها كبير ضربة الرأس ما ليش فيه مش عايزه ما يهمنيش أنا يهمني صحتك أنا يهمني حياتك فدي حبيت بس أتكلم مع حضراتكم فيها إن شاء الله في الحلقات الجاية ممكن نتكلم مع دكاترة مخ وأعصاب نفهم كمان تفاصيل وحنتواصل مع ناس في إنجلترا برضو عشان نفهم الموضوع واصل لحد فين هل الموضوع فعلا يعني فيه جدية فيه ولا مجرد أبحاث بس الناس دي ده مش تزامة تلكم أنا مش تغلط في أبحاث وعملت شغل في الموضوع ده يبه هما ما بيهزروش وهم ماشيين الطريق ده وفعلا وفعلا الاتحاد الإنجليزي فعلا خلى المرحلة العمرية من 12 سنة ما فيش دربة رأس ما فيش ده مبدأ يعني طيب بي